اشتركوا في القناة وان شاء الله انه العام القادم يكون افضل من العام المنصرم وصحيح انه كان فيه كثير من الاحداث كثير من الاشياء القاسية والموجعة وبرضه بعض الاشخاص كان فيه اشياء مفرحة بخيره وشره انقضى وهو بانقضي من اعمارنا ولكن ما علينا الا ان نستقبل العام الجديد متفائلين عسى انه يكون خير وافضل من السنوات الماضية فعشان هيك كل عام وانتم بكل الخير جميع متابعين ومحبين هاي القناة اخوتي واصدقائي بتمنى لك السعادة ان شاء الله اليوم توقعتنا اليوم السبت 31 كانون الاول ديسمبر طبعا القمر موجود في منزلة البطاين وهي منزلة جيدة لتهدئة النفوس والاصلاح والبدء بكل شيء ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 10 وثمان دقائق من صباح اليوم السبت لا ينتقل بعدها لمنزلة الثورية اللي هي في برج الثور وهي جيدة تنفع للبدء بكل شيء وغير مناسبة لاظهار اي شيء مناسبة للسر والكتمان واخفاء الامور طبعا القمر من الان لغاية ساعات المساء هو موجود في برج الحمل فعشان هيك منظل نشعر بطاقة كبيرة للعمل ومنكون اكثر تصميما واكثر استقلالية ومنبادر بمشروع جديد ولكن من المحتمل انه نتسرع في تصرفاتنا او نتهور ايضا يجب ان نحذر اكثر على الطرقات من السرعة الفائقة منلاحظ ايضا في هاي الفترة ان اقل صبر في التعامل مع الغير وهذا شيء ممكن يوقعنا في متاعب ومش ادات غير مرؤوب فيها نفقد دبلوماسيتنا ومنكون اكثر عدوانية في فترة وجود القمر في برج الحمل يستحسن اجراء فحص للعيون اذا استدعى الامر لذلك وايضا يمكننا ادخال تعديل على قصة الشعر او اقامة حفل ما بالنسبة للزوايا البطيئة اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التزديس ايجابية بين عطارد وبين نبتون وهي تأثيراتها لغاية يوم اربعة واحد هاي الزاوية بتخلينا قادرين على قراءة مشاعر الاخرين من حولنا دون ان يعبروا عنها بصراحة اما بالنسبة للزوايا اللي اليوم رح تتشكل فعننا زاوية ايجابية وثلاث زوايا تربيع سلبية اول زاوية هي زاوية التزديس ايجابية بين القمر وبين زحل وهي رح تكون في تمام الساعة ثنتين واثنين وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت جرينج يعني تأثيراتها من الان موعد بث الحلقة ولغاية ساعات العصر تقريبا نصبح اكثر قدرة على تنظيم شؤنا بشكل فاعل وبتعزز لدينا الحس بالمسؤولية اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية تأثيراتها من ساعات ما بعد منتصف الليل ولغاير ساعات المساء بعض الاشخاص هي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين عطارد بعض الاشخاص بيشغلوا فكرهم باستحضار ذكريات من الماضي لطائل منها وبتجعلهم مزاجي طباع اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين الزهرة وهي رح تكون دروتها ساعة عشرة وثمانية وخمسين دقيقة ظهرا بتوقيت جرينيتش يعني تأثيراتها طيلة النهار اكثر المتضررين هم اللي بكون عندهم مشاكل عاطفية اذا بيتجهوا للتنفيس من خلال صرف النقود باسراف دون حساب اما بالنسبة للزاوية الاخيرة ما قبل خلو المسار هي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين بلوتو وهاي رح تكون دروتها ساعة 12 و43 دقيقة بعد الظهر بتوقيت جرينيتش يعني تأثيراتها من ساعات الصباح لغاية ساعات المساء بتدفع بعض الاشخاص للتسلط ومحاولة فرض سيطرتهم على الاخرين ممن حولهم من الاصدقاء وافراد العائلة بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار السلبي اللي رح يبدأ ساعة 12 و43 دقيقة بعد الظهر ورح يستمر حتى تمام الساعة خمسة وسبعة دقائق مساء بتوقيت جرينيتش لا يستقر القمر بعدها في برج الثور هذا بيعني انه الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطوبة او زواج او شراء شي ثمين بل اكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة خمسة وسبعة دقائق مساء بتوقيت جرينيتش القمر بنتقل وبستقر في برج الثور يعني رح نشعر بالحذر اكثر رح نميل للمحافظة على ممتلكاتنا قلما نبحث عن شيء جديد يجب ان نعتمد على انفسنا ماديا وان لا نفكر في اقتراض المال من مصرف او صديق في فترة وجود القمر في برج الثور يستحسن البدء ببرنامج ادخار ويمكننا شراء او استئجار عقار ماء وقضاء وقت ممتع بالبيت بمشاهدة التلفاز او مع العائلة مثلا بالنسبة للاعضاء اللي في جسمنا الاكثر حساسية خلال هذا اليوم من الان ولغاية ساعات الظهر عندنا الرأس والاسنان واللسان والعضلات المخططة والقضيب والمرارة والشرايين والدم اما من ساعات يعني من النول اللي هي الظهر او ما بعد الظهر القمر بنتقل وبصير في برج الثور عشان هيك الاكثر حساسية من الاعضاء بتصير عنا العنق والحنجرة الحبال الصوتية الغد الدرقية اللوزتين وتفاحة ادم بالنسبة لهذا اليوم يوصى باجراء العمليات الجراحية دون الاعضاء اللي ذكرناها فترة خلو المسار لا تصلح للعمليات الجراحية هذا يوم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة ولكن مش في فترة خلو المسار لا يصلح لازالة الشعر الزائد بالليزر تحديدا يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح للقص العلاجي بما ان القمر رح ينتقل لبرج الثور معناة خلو المسار القادم رح يكون يوم الاثنين اثنين واحد تمام الساعة عشر وخمستعشر دقيقة مساء بيبدأ وبيستمر لليوم التالي اي صباح يوم الثلاثاء ثلاثة واحد بيبدأ خلو المسار او بنتهي خلو المسار ساعة ثنتين واربع واربعين دقيقة صباحا من صباح يوم الثلاثاء لا يستقر القمر بعدها في برج الجوزاء اما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المحدب عمره ثمان ايام في تمام ساعة عشر وثمنتعشر دقيقة صباحا بيصير عمره تسع ايام نسبة الاضاءة بتصير ستين في المية اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الجدي حتى يوم عشرين واحد الان هي سعيدة بنسبة خمسة واربعين في المية ولكن في ساعات مساء اليوم بتصير سعيدة بنسبة سبعين في المية القمر في الحمل وبدو ينتقل للثور ورح يظل في برج الثور لغاية يوم ثلاث واحد هو الان منتحس بنسبة خمسة وعشرين في المية في ساعات الظهر بترتفع نسبة النحوس لغاية أربعين في المية في ساعات عطارد في الجدي بيتراجع حتى يوم ثمنتعش واحد سعيد بنسبة أربعين في المية الزهرة في الجدي حتى يوم ثلاث واحد سعيد بنسبة خمسة واربعين في المية المريخ في الجوزاء بيتراجع حتى يوم اتناعش واحد منتحس بنسبة عشرة في المية المشتري في الحمل حتى يوم ستعاش خمسة سعيد بنسبة عشرة في المية زحل في الدلو حتى يوم 7-3 منتحس بنسبة 10% ورانوس في الثور بيتراجع حتى يوم 22-1 منتحس بنسبة 10% ونبتن في الحوت حتى يوم 36 سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الجدي حتى يوم 23-3 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا اليوم لآخر يوم القمر موجود عندكم بعدين بدون ينتقل لبرج الثور في ساعة الظهر فعشان هيك من الآن لساعة الظهر ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط ملفتين للنظر حتى للجنس الآخر بإمكانكم تسيطروا على زمام الأمور وبتنجحوا بالدفع بمصالحكم ممكن تهتموا بمظهركم بقصة شعركم بلباسكم بهندامكم المرحلة قوية جدا وبرضو بتتمتع بذهن وصفاء ذهني عالي جدا وحيوية عالية أما من ساعة الظهر فهنا القمر بيركز على الأمور المالية أكثر فبيحمل معاه فرصة مالية بتكون مفاجئة وبتدخل تحسين على ميزانيتكم بتنشط اتصالاتكم زياراتكم ممكن تهتموا للترويج لخطة أو للقيام بزيارة ممكن تعالجوا مسائل إدارية أو تمويلية بتتطلب منكم توقيع ومتابعة لدى المراجع المعنية برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا القمر ما زال موجود في بيت المتاعب لغاية ساعات الظهر فعشان هيك بدكوا تظلوا منتبهين ما تبالغوا في مجهودكم الجسماني ضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري والعاجل حاولوا أنكوا تعملوا بشكل روتيني انتبهوا لغذائكم راحتكم صحتكم ما زالت الأجواء يعني شوي مشحونة بطاقة سلبية فعشان هيك بدكوا تتحملوا لغاية ساعات الظهر لأنه من ساعات الظهر القمر خلاص راح ينتقل ويستقر عندكم فهونا بتبدأوا مرحلة جديدة بتصبح ثقاتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط وبإمكانكم تبادروا لخطوة جديدة تدعم من مركزكم الاجتماعي طبعا هاي الفترة راح تكون مميزة واستثنائية لأنه برضو الشمس الموجود في الجدي راح تدعمكم بشكل قوي عشان هيك حاول أنك أنت تستغل هاي الفترة لأنها أكثر دعما إلك وخذ المبادرة وكون شجع برج الجوزة بالنسبة لما أوليد برج الجوزة طبعا القمر ما زال موجود في بيت الأصدقاء ولكنه بيقترب من بيت المتاعب فعشان هيك بتنشطه اجتماعيا وبتلتق الأصدقاء لغاية ساعات الظهر منكم أشخاص الممكن يتوجه له دعوي لحضور حفلة أو مناسبة أو يسعد من لقاء الأصدقاء وحاول أنك تستفيد من العلاقات الاجتماعية منه الآن لغاية ساعات الصباح ولكن ممكن يصير سوء تفاهم أو ردة فعل سلبية من تصرف أحد الأصدقاء اتجاهك وهذا الشيء رح يسبب لك نوع من أنواع التوتر أما من ساعات الظهر فهنا القمر بوصل لبيت المتاعب فبتطلب منك الفترة هاي عدم المبالغة في جهدك الجسماني وإنجاز ما بوسعكم من عمل متراكم دون إهمال صحتكم لا تراهن على الحضوظ أبدا لأن الأجواء فيها ركود ومراوحة المكان فلا تجازف لا بصحتك ولا بإعلاقاتك الأفكار مشوشة والظروف مخيبة للآمال فعشان هيك حاول أنك ما تتخذ قرارات حاسمة برج السرطان من الآن لغاية ساعات الظهيرة بيظل القمر موجود في بيت السمعة فعشان هيك بيظل التركيز كله على العمل على علاقاتكم مع المسؤولون وبرضو هنا بيصير فيه نوع من أنواع الرغبة بالمحافظة على إنجازاتكم القائمة أو أن الدفاع عن حق من حقوقكم أهم شيء أنك ما تنفعل وما تعصب لأنها فترة ما زالت مشحونة ببعض التوتر حاول أنك تعالج كل الأمور بهدوء حاول أنك تثبت برضو جدارتك للمسؤولين وبدون مغامرات وبدون مجازفات أكيد يعني أما من ساعات الظهر فهنا بتسعدوا من لقاء الأصدقاء وتعاونهم معكم ممكن يفاجئكم أحدهم بتصرفاته أو طلباته بترافقك رياح مؤاتي رغم الضغوطات كرر المحاولة إذا أردت الدعم والتأييد فترة مناسبة للانضمام الجمعية أو مؤسسة بتطلاقها مع طموحاتك برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا هنا نقول عن القمر ما زال موجود في البيت التاسع لغاية ساعات الظهيرة فعشان هيك بظل النشاط بالسفر والاتصالات البعيدة تعامل مع الأجانب أو الحوارات مع أشخاص خارج البلاد أو حتى النقاش أو الإطلاع على أمور فلسفية أو دينية أو حتى روحانية الفترة هاي مناسبة لا اجتياز أو مناقشة امتحان أو إجراء مقابلة يعني الأجواء جيدة على كل هاي المستويات حتى على مستوى التجارة ومستوى الأوراق والمعاملات القانونية ومعاملات الهجرة يعني فيه أجواء داعمة لإلك لغاية ساعات الصباح بعدين من ساعات الظهيرة الأجواء بتتغير لأنه القمر رح ينتقل للبيت العاشر اللي هو بيت السمعة فبصير الجو مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بيرغبوا في إدخال تعديل على طبيعة عملهم بوسعكم إثبات جدارتكم للمسؤولين هاي فترة مهمة على الصعيد المهني والاجتماعي ولكن ممكن يكون فيها بعض القلق حول أحد أفراد العائلة أو ممكن تواجه مسؤولية أو عبء مهني فما ترتبك في المواقف الحساسة لأن الجو العام في صعوبة برج العذراء بالنسبة لما وليد برج العذراء طبعا هنا منحكي عن حوقات ما زالت إلها تركيز على الوضع المالي من الآن لغاية ساعات الظاهرة فبتظل الأمور المالية بتشغل فكركم والفرصة متاحة لمكسب إلى وصلة بشراكة أو تعويض أو ضريبة بنك معالجة أمر معين مطالبة بحق من حقوقك أو حتى معالجة بعض القروض أو بتطالب بأموال إلك يعني بتحاول أنك تحصلها حاول أنك برضو بهاي الفترة أنك تبادر لتصحيح الأخطاء وترتيب الأوضاع ما زال أجواء فيها بعض علامات الاستفهام حول أمر إلو علامة بالبيت أو العائلة أهم إشي أنك ما تخلي الطاقة السلبية أنها تسيطر عليك أما من ساعات الظهر فهنا ممكن يصلكم خبر من بعيد أو تنجحوا في أمور الحلاقة بالسفر والاتصالات وبتزداد رغبتكم في البحث عن قاسم مشترك بيجمعكم بأحباكم بترتفع المعنويات وبتصير فرص النجاح عالية بشكل كبير وبتعود للإمساك بزمام الأمور وتعتبر هاي فترة إيجابية جدا بيسل خلال هالحوار وبتفرح بخبر أو تجاوب أحد الأشياء جهات أشخاص معاك فيها سفر محتمل لبعض موليد برج العذرة أو الاهتمام بالسفر برج الميزان ابترغبوا في تدعيم شراكاتكم لأن القمر مازال موجود مقابلكم تماما لغاية ساعات الظهر فهاي فترة مناسبة لا طلب مثلا مناسبة للقيام بعمل بتطلب تعاون من طرف ثاني وبرضو جيدة لتدعيم العلاقة مع الشركاء إن كان شركاء عمل شركاء عاطفة شركاء مال الأجواء مناسبة جدا لهاي الأمور ولكن بدك تجنى تجنى بالإنفعال لأن طاقتك ضعيفة وسهل استفزازك حاول أنك تبعد عن القرارات المرتجلة وعن التصرفات العدائية لأن حساسيتك عالية وأي شيء بستفزك فدخولك بالنقاشات الحادة أو المشاكل ما رح تكون لصالحك أما من ساعات الظهر فهنا بتتغير الأوضاع وبتمنحك فرصة لمكسب مالي الوصيلة بشراكة أو تعويض وصحتكم أو صحت قريب لألكم بتصير بحاجة للرعاية ممكن تفكر بمستقبلك أكثر وحاول أنك برضو أنك تركز على هذا الاتجاه أو ممكن أنك تقدم بعض التنازلات أو تتراجع عن بعض الأمور أو القرارات اللي ما كانت لصالحك أو سببت لك إزعاج بالفترة الماضية برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا القمر ما زال موجود في البيت السادس يعني بمراحل المقابلة عندكم فهنا التركيز اليوم من الآن لغاية ساعات الظهر بضل على العمل على الصحة على علاقاتكم مع زملائكم أهم شيء أنك تنظموا غذاكم وخذوا قصة من الراحة من حين لآخر حاول أنك أنت ما تتغيب عن عملك حاول أنك تنجز الأعمال الضرورية والمهمة من الآن لغاية ساعات الظهر حاول أنك أنت ما تتكاسل بالتدقيق على كل المعاملات وابعد عن أي نقاش حاد ما بينك وبين زملائك أما من ساعات الظهر بصير الجو مناسب للقيام بعمل بتطلب تعاون من طرف ثاني بوسعكم تعزيز شراكاتكم ولكن بتكون تحاذروا الإنفعالات بيصعب التفاهم معكم وممكن تقع في ورطة أنت بغنى عنها لأن الجو العام متوتر وممكن تظهر بعض المشاكل الطارئة فعشان هيك بدك تكون صبور وما تتذمر لأنها فترة خالية من الحظ بسبب وجود القمر مقابلك تماما برج القوس بالنسبة لما وليد برج القوس طبعا بتزداد رغبتكم في التقرب من أحباكم ما زالت الأجواء العاطفية هي اللي ظاهر على الساحة حتى على مستوى الترفيه والتجميل وممارسة هواية وبما كانك أنك تعزز العلاقة مع أحباك اليوم رغم أنه ممكن شوي يعني يصير بعض القلق حول أحد الأحبة أو خبر معين بتعلق في أحد الأحبة أو الأبناء يلفت نظرك أو يوخذ وقتك ما زالت الأجواء والظروف جيدة للحب والتقرب من الأحبة يعني الأجواء جيدة برضو للهو والترفيه أو ممارسة هواية أما من ساعات الظهر هنا رغم تراكم العمل إلا أنه أنت عندكم قدرة على إنجاز الكثير من هاي الأعمال نظموا جدوى الغذاءكم وخذوا قصد كافي من الراحة وما تلتهوا بالقشور والأمور الثانوية اعتمدوا على جهودكم على طاقتكم لحصد النجاحات والأرباح وراقبوا وضعكم الصحي بشكل جيد لأنه بعض موليد ورج القوس ممكن يشعروا ببعض التوعكات فعشان هيك ما تهملوا الصحة برج الجدي بالنسبة لما موليد برج الجدي طبعا هنا منقول أنه القمر يعني صار في مرحلة رح يكون اليوم لصالحكم بكثير من الأمور لأنه القمر ما زال موجود في بيت العائلة أو بيت البيت لغاية ساعات الظهر بعدين بدوا ينتقل لبيت الحظ فعشان هيك خلوا من الآن ولساعة الظهر تركيزكم على البيت على العائلة على العلاقات العائلية الروابط العائلية أحاول أنك تبعد عن الشكوك قدر الإمكان ابعد عن العصبية ممكن تهتم لزيارات أو اتصالات أو عطل منزلي أو حدث طارق زي ما ذكرنا في حلقة الأمس يلفت انتباهك أو يوخذ من وقتك أما من ساعات الظهر الأجواء رح تتغير تماما فبترغبوا في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم وبوسعكم ومارسة نشاط فني بيطمعين بالكم نسبيا لأنه رح تجد حليف يدعم تصوراتك لا تستسلم بل كرر المحاولات بترغب في استكشاف مناطق جديدة وبتميل السفر أو المشاركة في رحلة عمل الأجواء رومانسية وناجحة رغم أنه ممكن يكون عند بعض موليد برج الجدي قلق حول أحد الأحبة برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا نشاط مازال موجود لأن القمر مازال موجود في البيت الثالث لغاية ساعات الظهر بتنشطه بالتنقلات والسفريات القصيرة الاتصالات الترويج لمهنة المناقشة الحوار الترويج لسلعة يعني أهم شيء أنك ما تبقى وحيد حاول أنك تبحث عن أصدقاء أحباء أو أحباء لتعزيز الروابط العاطفية عندك سرعة فديهة عالية وقدرة على الإقناع ولكن بدك تنتبه أثناء القيادة أو الحركة قيادة السيارة أو الحركة يعني من بعض المفاجآت المشسر أما من ساعات الظهر فهنا القمر بنتقل بصير في البيت الرابع فبصير الجو يعني بعطيكوا قدرة على إدخال تعديل مطلوب على مسكنكم وتعزيز الروابط العائلية أهم شيء أنك ما تسمح لعواطفك بالتأثير على سلوكك وادائك ما تنفعل حتى لو شعرت بالانزعاج وإسعى لتحسين موقعك وخصوصا في العمل ولا تلبية الدعوات وقدم المساعدة للأشخاص اللي بيحتاجوها خصوصا من المقربين برج الحوت بالظل الفرصة متاحة لمكسب مالي هذا المكسب بيجي من عمل إضافي أو أشخاص ممكن تسترد أموال بتعود لهم أو يحصلوا على هدية أو يرتبوا فوتير معينة أو دفعات أو ينهو قرض أو يجيهم حتى خبر عن إنهاء مسألة مالية أو ضغط مالي يعني فيه خبر صار خلال هذا اليوم ولكن يبعدوا عن المصاريف لزيادة ما تلجأوا للتهرب من الضغط الموجود عليكم لصرف الفلوس أو الإصراف أو التسوق اللي أنتو مش بحاجته أما من ساعات الظهر فهنا بتنشطوا في الدراسة والسفر والاتصالات والتنقلات وتعتبر فترة مناسبة للخروج في نزهة قصيرة بيكون لكم برضو اليوم نعم من النواع التعامل مع أخ أو جار عشان هيك بتكونوا إيجابيين وما تتسببوا بالنفور للأشخاص اللي بيتعاملوا معكم اتفهم الآخرين وابقى هادئ وما تفوت عليك فرصة المصالحة والتسوية وحاول إذا بدك تصالح شخص وما زبطك من أول مرة كرر المحاولة بطريقة أخرى بتزبط أهم شيء إنك ما تستسلم وحاذر من السرعة وسوء التفاهم هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم وأيضا انتهينا من توقعاتنا لعام 2022 ودعنا بهذه الحلقة ومنرجع نقول كل عام وأنتم بكل خير إن شاء الله ونراكم بحلقة الغد بحل جديدة وعام جديد إن شاء الله تعالى هيك منكون انتهينا من حلقتنا والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر